سؤال حلقتنا إيه اللي كان بيقول ماذا تتوقع للزمالك أمام كابسي ونعتد في زنبابوي وللأهلي أمام زناكو في زنبيا يلا نشوف كانت إيه آراءكو في السؤال حازم صلاح الزمالك إن شاء الله يكسب 3-0 والأهلي يتعادل لحازم قلبه جامد قوي أحمد ربيع الأهلي هيكسب 2-1 والزمالك للأسف هيخسر 1-0 زمالكاوي طبعا ووضح كمان من صورة أيمن حفني أحمد ربيع بس المتشاهم شوية بي سمايلي فوز الأهلي إن شاء الله 1-0 وأتمنى فوز الزمالك أهلاوي ما ياشي عم بي سمايلي بي سمايلي ورولينج آيزه بتاعهم دلع نفسه عبدالله حسن تأهل لتنين أما أنا عارف عبدالله بس يعني مين هيكسب يعني مين هيكسب وماتش الجاي بس عبدالله متفاعل للفرقتين إسلام ميدو فوز الزمالك على كابس خسارة الأهلي من زناكو ده إسلام ميدو واضح أن الزمالكاوي عنيف وائل أنديل الأهلي هيتعادل 0-0 والزمالك دايما خارج التوقعات بس أعتقد أنه فرصه في المكسب كبيرة عبدالله شريف الزمالك يكسب كابسيو نواتت في حالة إظهار معالم هجومية واضحة والأهلي يكسب زناكو سوف أحط ألف زناكو في الآخر أحمد جعفر الأهلي يفوز 2-1 والزمالك يفوز 1-0 يدي على كتفك عم أحمد شيماء عبدالله اللي المفروض أنه يحصل أن الزمالك يكسب لأن ده فريق ضعيف والأهلي يخسر لأن زناكو فريق قوي بس لأننا الزمالك فيحصل العكس طيما طبعاً سوري طبعاً شيماء عبدالله واضح نزم الكوية قديمة عد عليها مواقف كتير وكالعادة أنا بيتقلش علي وأنا ما عنديش مشكلة الحقيقة في القلش علي أحمد أسمط طبعاً أنا شوية شوية كنت هكلم الحجر والصخر في الشارع قالوا من البرنامج ببقاش 12 بقى عشرة طيامور أنت نمت في حاجة عفيفي لا كنت عايز أقولك بس البرنامج بقى الساعة عشرة فخلاص بقى عفيفي عرفه أرجو أن أنا ما كنش زهقت الناس على السوشيل ميديا بكسر التكراري أن البرنامج بقى الساعة عشرة لكن أنا حريص أن محدش يفوته البرنامج